السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 14 أيار مايو طبعا هذا اليوم يعتبر من الأيام السعيدة جدا وفيها أخبار مفرحة ومفاجآت سارة لأغلب الأبراج ركزوا معي عشان تعرفوا شو الزوايا اللي بتسبب هاي الأمور القمر اليوم موجود في برج الحود مستقر بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وبرضو بعض الأشخاص ممكن يقعوا في حبائل الغرام أو علاقة عاطفية جديدة وهاي الفترة برضو للروحانية عالية جدا فبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر الرسم عية المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للقمر اليوم موجود في منزلة المؤخر الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر رح يظل القمر في هاي المنزل إلى غاية الساعة 11 وتسعة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا برضو زاوية جديدة ظهرت على الساحة إيجابية وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم 14.5 ليوم 29.5 ذروتها يوم 21.5 الساعة وواحدة و57 دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وإدراكها بتزيد من طموحنا تمنحنا ومواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت بصير مناسب للعلاقات مع المحيط مع علاقات اجتماعية جديدة أو تطوير علاقات وبتسمح لنا برضو بحل مشكلة وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا دولياً بتدل على قيام الحكومة أو ممكن هيك بعض التحولات أو القرارات الجديدة اللي تظهر وبتكون تغييرات إيجابية وكذلك أمور إلها علاقة بزيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للبلاد والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وأنها مستمرة لغاية يوم 19.5 من يوم 8.5 إلى يوم 19.5 طبعاً ذروتها كانت يوم أمس هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح مناسبة برضو لهي الحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين حاول أنك تستفيد من الراحة اللي بيوفر لك إياها هذا الجو بالدعوات أو بالترفيه أو السفر أو التسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم 8.5 إلى يوم 24.5 ذروتها كانت برضو يوم أمس مناسبة لإستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن لك إخلاص محبوبك بالدل على تحسن أوضاع الفلاحين واللي بيشتغلوا باليد العاملة واللي بيشتغلوا برضو بالمجالات اللي إلها علاقة بالحرف الفنية إيش ما كانت إن كان تجميل أو ديكور أو يعني الأمور اللي إلها علاقة بالفن أو بدها ابتكار أو بدها أمور من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم 11.5 إلى يوم 24.5 طبعا ذروتها يوم 18.5 هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث لدينا وبرضو بتمنحنا خيال خصب ومثالية أيضا وإلهام عالي جدا والمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل اهتمام الدول بصير إلو علاقة بالنفط والأمور اللي إلها علاقة بالسوائل والصيدلة والسينما أكثر شيء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها من يوم ثمانية خمسة ليوم اتناعش ستة طبعا ذروتها يوم اثنين وعشرين خمسة الساعة خمسة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة أيضا لها علاقة أيضا بتطوير الجيوش وأمور حديث بتدخل على الساحة وأيضا لها علاقة بالميدان الرياضي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم سبعة خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة ذروتها يوم خمسة خمسة الساعة وحدة وأربعة واربعين دقيقة بعد الظهر طبعا هاي بتعطينا قدرة على تركيز عالي جدا فممكن نكتشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا برضو هاي بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة ولكن برضو بتساعدنا للكفاح من أجل مثل العليا وبرضو مناسب للإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم خمسة خمسة ليوم ثمانية وعشرين خمسة طبعا ذروتها كانت الأولى لأنها هاي إلها ذروتين وإنه الذروة الأولى كانت يوم نعاش خمسة ولكن الذروة الإيجابية القصوى إلها اللي هي أعلى طاقة إيجابية يوم تسعة عاش خمسة بتكون ذروتها بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو القدرة على إنجاز أمور إلها علاقة بالمسائل العقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي طبعا من يوم 11.05 بدأنا نذكرها بتفاصيلها ومستمرة تأثيراتها ليوم 29.05 طبعا ذروتها يوم 21.05 الساعة 3.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة الأنظم السائدة والقوانين وبرضو بتعرقل نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا تعد هاي زاوية الدلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال برضو في هاي الفترة تكثر الأمور الليلها علاقة حوادث العنف والاغتصاب والحوادث الجنسية أيضا بتأثر على شيء له علاقة بالمؤامرات والعمليات التخريبية والإرهابية والتفجيرات على الطبيعة بتأثر على الحوادث الطبيعية كالزلازل والحرائق وتقلب المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي تأثراتها من يوم واحد خمسة ليوم تسعتاش خمسة طبعا غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية أما على الأفراد فهي بتزيد من العنادة عندنا بتدفعنا للتهور استقلالية شديدة والغرابة بتكون من صفاتنا بتجعلنا نقطة في أحكامنا وممكن نصير فيه نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا برضو بتعرضنا لتواعكات إلها علاقة بأزمات قلبية أو تشنجات عضلية برضو هاي زاوية إلها تأثير على المستوى السياسي ولهي أزمات مفاجئة في حكوم ما أو إضرابات واشتباكات مع السلطات وأيضا إلها علاقة بالحوادث الطبيعية المدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وقلنا هاي تأثيراتها من يوم 28 أربعة ليوم 13 ستة طبعا ذروتها يوم 23 خمسة الساعة خمسة و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش قلنا إنه هاي الزاوية بتخلي بعض الأشخاص يحققوا تقدم على حساب الآخرين وهاي إلها علاقة بالوضع العسكري والتهور وإلها علاقة برضو بالخسارات المالية اللي بتتعرض إلها البنوك والمبادلات التجارية وبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية برضو هاي بتعمل فوضى على مستوى العلاقات التجارية والدبلوماسية وأيضا على مستوى أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين اللي بيلقى تأييد وشعبية كبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهذه تأثيراتها حكينا شهرين كبدأت يوم 22.04 وذكرنا كل تفاصيلها في حلقة خاصة لهذه الزاوية وبتستمر لغاية يوم 22.06 طبعا ذروتها يوم 18.05 ساعة واحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي والاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير على المستوى الاقتصادي طبعا هاي بتسبب أزمة اقتصادية في دول معينة وتحولات اقتصادية خطيرة بالضرب خزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتراجع في مداخل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه يعني لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي أيضا وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو ممكن تقع تفجيرات أو حرائق على يد الطرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد وبرضو بالدل على اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع لبعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات أو الزلازل خصوصا وخصوصا الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل طبعا هي متشكلة أو رح تتشكل مع القمر ابتداء من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف لليوم الاثنين على الثلاثاء أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وقولنا هاي يعني تشكلت يوم أمس السبت الساعة ثلاثة و 11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح تستمر حتى صباح يوم الأحد يعني بمعنى آخر من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعة الصباح هاي الزاوية متشكلة فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ إلى الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي تأثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم الأحد هي زاوية التثليث الإيجابي اللي بين القمر وبين الزهرة واللي ذروتها الساعة 53 دقيقة بعد عصر يوم السبت يعني بتبدأ من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية صباح يوم الأحد هاي الزاوية تثليث جيد ما بين القمر والزهرة بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من الخيال وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا بتسمح لنا إن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها هي أول زاوية زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي ذروتها الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش من ظهر اليوم الأحد طبعا رح تبدأ تأثيرتها من ساعات صباح يوم الأحد ورح تستمر حتى منتصف ليل الأحد على الاثنين يعني لآخر النهار بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتنعة جدا وبرضو بتعطينا متعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر من ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بشكل إيجابي وبيشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها ساعة 9 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من صباح يوم الأحد وحتى ظهر يوم الاثنين منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح في علاقاتنا العاطفية بتدل على حسن حال الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس بتوفر جوم من السلام والاستقرار في بلاد ما وازديد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي طبعا هي صباح يوم الاثنين ولكن من عصر يوم الأحد بتبدأ برضو تأثيراتها اللي هي طبعا رح تستمر طيلة من العصر وحتى منتصف الليل وبتستمر لعصر يوم الاثنين فمن ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة برضو بتدل على حسن الحال النفسي للجند ورجال الأمن والعمال في قطاع الصناعة وارتفاع معنوياتهم وبذلهم مجهود أكبر وبالتالي مردودية أكثر ومن لاحظ في هذا اليوم قلة يعني من ساعات العصر وما بعد وخلال يوم الاثنين قلة في عدد العمليات الجراحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي برضو صباح يوم الاثنين ولكن برضو تأثيراتها من عصر يوم الأحد اللي هو اليوم وبتستمر حتى مغرب يوم الاثنين معنات متأثيراتها مستمرة من العصر لغاية ساعات المساء وبتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبتنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين ممكن تسبب للبعض نوع من أنواع الاكتئاب وبرضو بتدفع للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في التعاملات وبرضو بتدلع استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية واضطراب في أسعار بعض السوائل أو الاهتمام في بعض المسائل اللي لها علاقة بالسوائل والبنزين وتراجع مرددية الصيد البحري والمبادلات البحرية وهناك احتمال وقوع تسممات غذائية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية الاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام بصير فيه نوع من أنواع الفوضى عشان هيك منشعر بالآلام أكثر من المعتاد وأيضاً هرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم برضو بصير فيه نوع من أنواع القربطة اللي ممكن أنه يعمل أرق عند الناس أو أضغاث أحلام كوابيس أو هام وقل في ساعات النوم بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل بالعكس اليوم هذا مناسب للعمليات الجراحية مناسب أيضاً لعمليات التجميلة اللي إلها علاقة بالحقن والتقشير والبشرة ولكن لحد الآن أنا برفض موضوع الجراحة يعني بتكون تصبروا الكيومين أقل ما فيها الحديث ما عطارد ينهي عملية التراجع يصلح لإزالة الشعر بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه في برج الحوت كله المسار طبعاً رح يكون يوم الاثنين خمسة عاش خمسة بيبدأ فيه تمام الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم طبعاً هذا ساعة 12 منتصف الليل اللي هو ليل الأحد على الاثنين بتصير 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 24 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21 خمسة طبعاً سعيد بنسبة 5 في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الحوت حتى يوم 15 خمسة سعيد الآن بنسبة 15 في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30 في المية في ساعات المساء المتأخرة يعني قرابة منتصف ليل الأحد على الاثنين بصير سعيد بنسبة عشرة في المية عطارت في الثورة بيتراجع حتى يوم خمسة عشرة خمسة طبعا منتحس بنسبة خمسة عشرة في المية ولكن بيغلب على طبع السعادة ولكن أنا برفضها طبعا بحساباتي فلسه بعطي تأثيرات التراجع منتحس الزهرة في السرطان حتى يوم خمسة ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشرة خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثورة حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية ونبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 6-11 منتحس بنسبة 30% حطوا اللايك حطوا الكومنت وحطوا التعليقات اشتركوا بالقناة اذا بدكوا طبعا اذا بدكوا يعني انا ما بجبر حدا وما بغصب حدا وما بتأمر عليك ويعني اذا بدكوا اللي بده يكبس ديسلايك يروح يكبس بد يلغي اشتراك ويلغي يعني اللي بدكوا يعملوا كبسوا على الكبسات اللي تحت يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود لغاية صباح يوم الاثنين ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتجدوا انه التعب بسيطر عليكم اليوم كمان وبرضه في نوع من انواع الضغط ولكن مع الزوايا الايجابية يعني شوي في اعتدال بالموضوع اللي هي تقلب المزاج والعصبية الحدية في بعض الاوقات هذا اهم النقاط السلبية على الوضع الصح اللي بيشعر باعراض غير اعتيادية يتوجه للطبيب او للفحص اهمش اليوم عدم اتخاذ القرارات الحاسمة عدم المجازفة وما تعتمد على اي شخص بيوعدك بشيء اعرف تلقائيا انه ممكن هذا الشخص ما يوفي بوعده برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم النشاط الاجتماعي عالي جدا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد لقاء الاصدقاء او تتعرف على اصدقاء جدد فيه ميز اليوم انه ممكن انه بعض الاصدقاء يفاجئوك بحدث معين او بشيء معين ما هدية جائزة مناسبة لقاء يعني فيه شيء اجتماعي على المستوى الاجتماعي برضو بتقدر تستغل علاقاتك لانجاز بعض الامور المهمة وفيه نوع من انواع التقدير والثقة المتبادل اهم اشي انك تنشط وما تظل لك قاعد في البيت وتقول ما صارش هذا الاشي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا ايضا بيقدروا انهم يدخلوا تعديل على طبيعة عملهم فترة مناسبة لتقديم الطلابات والمقابلات والحوارات والنقاشات مع المسؤولين او عن عمل جديد وبإمكانكوا تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين برضو اذا بتنجز اعمال مهمة اليوم تقدر تطالب يا بترفيع يا بترقية يا بتكريم اقل ما فيها ومنكم ممكن يحصل على هذا الموضوع بتحضو بالشعبية بتكون اعمالك سهلة وميسرة ولكن اهم اشي زي ما حكينا بيت السمعة ما تعمل اي اشي يشوي سمعتك يعني اقعد عاقل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الان في البيت التاسع فعشان هيك النشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة الحوارات مع اشخاص خارج البلاد ايه ممكن حد يسافر او يرجع لبلده على مستوى الامتحانات الجامعية العلاقات ما بين الطلاب بالدوائر بالجامعات او بالمؤسسات التعليمية او بالمعاهد وعلاقات العاطفية ايضا بتتطور بشكل كبير خلال هذا اليوم بتشعر بقوة العاطفة العالية جدا كثير من موليد برج السرطان اليوم رح يتفاجعوا باخبار كانوا بينتظروها وايضا ببعض النقاشات او المواضيع بالمجال اللي هم بيرغبوا اللي الامور اللي لها علاقة بالدين والامور الفلسفية والامور الروحانية عشان هيك اليوم ساحتك ابدع بس اهم شي مش تقعد تندب حظك ع علاقة وانت طالب جامعة وتصار معك برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا زي يوم امس عالوضع المالي ماشي قابلوني عالوضع المالي ماشي طيب اليوم بتنشطوا في اعادة تنظيم وموركم المالية من جهة بيكون في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى بيكون في نفقات متصاعدة يعني اللي متجوز وحدة معها شوية مصاري يوخذهن اللي معها شوية فلوس يعطي زوجته اللي بده قرض من بنك يروح يقدم بس يعرف انه هو بدي يسده اللي له فلوس عند الضريبة يروح يرتب اوضاع الضريبة بتاعته يعني كل هاي المجالات هي المجالات اللي ممكن تستغلها خلال هذا اليوم اهم شي انك ما تتهور وتروح اللي انت داخل بمشروع وانت مش دارسه او والله عجبتني الفكرة وتروح اللي انت خسران زي حلاتي وبرضو في نفس اللحظة حاول انك تدرس الامور بشكل جيد بتزيد اهتماماتك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية اذا زادت تعال عندي عشان نتناقش انا وياك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا هنا بتركز جهودكم كلها بتكون على الشراكة على العاطفة على الزوج على شريكك بالعمل الاجواء مشجعة للحوار والنقاش والتقرب مع الاحبة بشكل جيد وهذا اليوم مناسب جدا لتوطيد العلاقات او المصالحات او تراجع عن قرارات سابقة يعني كان في زعل حرد ميخضع خاطره شايف عاطفته نازل شويك حبيبي عززها اليوم هاي الاجواء جيدة اهم شي انه اليوم تحافظ على انفعالاتك حافظ على عصبيتك ما في داعي تفتح مواضيع تخرب هاي الاجواء اللي ممكن اذا استغلتها بشكل جيد انها تكون ممتازة بعض موليد برج العذراء ممكن يشعر ببعض التواعكات المش مفهومة عادي من حياتك كلها مش مفهومة ووقفت على التواعكات برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا العمل الان بدأ يتراكم مش يتراكم بمعنى انه والله انت ما عندك قدرة يعني حاول تنشط حالك شوي بلاشيك الكسل هذا اللي انت متعود عليه حاول تنطلق اليوم الاجواء جيدة اليوم تقدر تنجز كثير من اعمالك ولكن ركز على الاعمال المهمة مش تحاول تنجز عملين ثلاثة مع بعض بعدين تلاقي حالك لا انت ما انجزتش ولا شيء اليوم ممكن نتحقق بعض الانجازات لبعض المسائل العملية او الملفات اللي كان صعب انك تنجزها بالأيام الماضية اليوم اتمم عملها او يساعدك بعض الزملاء في انجازها مرضو على المستوى الصحي بعضكم رح يكون له مراجعات صحية او ادوية او او يعني هيك يشعر ببعض التوعكات ولكن الاجواء جيدة وايجابية ودعمة بقوة اهم شي انه تستغلوها اليوم بالتغذية الصحيحة بالحركة بالنشاط بالرياضة اه طبعا لمين بحكي الميزان اساسا يعني ما بحبش بشغل مخه بس يعني قالوش هاي شغلات ما اعتقدش يعني والله انا غلطة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على الحض على العاطفة على المال على الاجواء الرومانسية على التجميل على كل اشي على الابناء عايش بدك كمان على المناسبات العائلية يعني اجواء ممتازة جدا اليوم في كثير من التحركات وكلها رح تكون لصالحك طبعا اذا انت بدك تنكد على حالك وتنكد على اللي حواليك طبعا هذا كله بتحطه ورا ظهرك ما عادي زي ما كني ما حكيتش انا ولكن اذا انت بدك تستغل فهاي الابواب مفتوحة تقدر تعمل كل شيء تقدر تستفيد من كل شيء اليوم على المستوى العاطفة وخصوصا مع الاحبة ولكن بدون انتقادات وانك بدك تتحكم وتفرض السلطة وتسيطر وزي ما بدك ومش زي ما بده تعاونوا اه تصالحوا خيوي خيوي سوا سوا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائل فعشان هيك اليوم يبينصب اهتمامكم داخل المسكن زي ما حكينا يوم امس ترتيب وتصليح وبعض الاشياء اللي الها علاقة بالبيت بعضكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالبستنة او بمناسبة او لقاء عائلي او موضوع عائلي يلفت انتباههم وبعضكم رح يهتم بمسائل عقارية كل هاي الاجواء ايجابية وممكن يكون في عندكم مناسبة او فرحة او حدث على داخل البيت اللي يلفت انتباهكم وتكون في نوع من انواع الراحة والبهجة في هذا الموضوع ولكن اذا صار تقلب المزاج وعصبت واجتك الجنونة فبتولع فيهم وفي البيت وفي كل اشي فانتي يعني حر هيلك تختار هيك هيلك تختار هيك برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وعندك اليوم ساحة كبيرة للنقاشات وخصوصا الامور اللي الها علاقة بالسياسة الها علاقة بالأدب بالشعر بالثقافي بالفلسفة وطريقة الاقناع التنظير على امور الها علاقة بالمحاسبة والتجارة اهم شي انكم تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية ممتازة جدا على المستوى الاقناع والتجارة برضو جيد جدا والسفريات القصيرة منكم بعد موليد برج الجدي ممكن يهتم بامور الها علاقة بالسيارات او بالالكترونية اهم شي خلي كلامك واضح تقعدش تصفط الكلام بطريقة اللي قبالك ما يفهمهاش وبعدين يتحاسبه لانهم فهمهاش وحاول قدر الامكان ما تتحكمش في الجلسة يعني اعطي مجال لغيرك يبدي رأيه اقل ما فيها برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا فترة وفرصة مناسبة اليوم لا مكسب مالي هذا المكسب بيجي على الاغلب من عمل اضافي مستردات هبات دعم هدية اي اشي لله يا محسنين يعني المهم انه فيه اي اشي بيجيب فلوس اليوم حتى نصبوا الاحتيال من برج الدلو اللي بيشتغلوا في هذا المجال اليوم بيحصلوا فلوس فعشان هيك اليوم بتعرف سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح الاهم انك تتحرك بهذا الاتجاه مش تفكر في الدين وبس يا استشير وبس هذا يعطيني رأيه ووين اروح وأخذ ولا ما أخذش هايك بضيع اليوم على الفاضي فعشان هيك بدك تستغل الامور ابعد عن المصاريف والنفقات اللي ما الها داعي زي ما حكينا حافظ على فلوسك ما تغامر بمشاريع بدون ما تستشير وبرضو في نفس اللحظة يعني اللي بيجي بقولك داييني تكرمش ما طول من جيبتك لأنه ما رح يرجعهم برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وهذا يوم نشط جدا وحيوية عالية جدا وثقة بالنفس عالية جدا وملك الساحة انت اليوم ووسعك السيطرة على زمام الامور في اي مجال انت بتشتغل فيه حتى نفسيتك اليوم احسن تقدر تدفع بمصالحك بأي اتجاه رغبتك بالتقرب من الاحبة برضو على المستوى الطاقي برضو حيويتك عالية جمالك رونقك كل شي مميز اليوم اهم ايشي انه دقوه متغسل وجهك تتحمم تلبس عواعي كويسة وتطلع خلي الناس يشوفوك اما تقعد في البيت ودقول مصارش هذا الاشي عمره ما رح يصيره جو مليء بالهدوء والسكينة والطمأنينة اكسر الحواجز النفسية حتى على المستوى النفسي جيد فعشان هيك يحاول قدر الامكان انك تنطلق مش تتحسس وتكتئب من موقف صغير وضيع عليك هذا اليوم ما حدا بنفعك طيب حطيته بعد هالرغي كله حطيته لايك وديسلايك وكبسته على الكبسات اللي تحت كبسوا يا جمعة الخير الله يرضى عليك والله يعني والله بنبر لساني وانا باب رم الله يرضى عليك والله يجزيك والخير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انت شهد انت